اشتركوا في القناة بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن الحكيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون أوامر ثلاثة ونواهي ثلاثة هذه ضمن مواعظ الله تعالى في القرآن الحكيم والهدف من هذه الموعظة لعل الإنسان يتقي لعله يحذر عما لا يليق به أولا العدل العدل في التكوين فيما كون الله تعالى في الكون من الإنسان من الإنسان والحيوان والنبات والجماد صغيرها وكبيرها العدل في التكوين شيء ثابت في نفسه كما كون الله تعالى ولولا العدل في التكوين لم يستقر شيء على شيء حتى حجارة صغيرة ومدرة صغيرة وحبة رمل صغيرة وحبة من التربة صغيرة بالعدل بقيت حبة وإلا لن تشرت الإنسان يعيش بعدل الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين من الكائنات الحية في جسمه الشخص الواحد من قرنه إلى قدمه يعيش بالملايين من الكائنات الحية من كل شعرة في رأسه إلى جزء صغير من الإغفر في أصابع رجليه لولا العدل لما كان هكذا هذه الملايين وعشرات الملايين ومئات الملايين من الكائنات الحية في جسم الإنسان اللي يتكون كل جزء من ألوف الأجزاء من بدن الإنسان من الألوف وعشرات الألوف وملايين من الكائنات الحية إذا حدث هناك التخلل هذا الإنسان لا يقوم هذا الإنسان ليس بحي هذا الإنسان هذا الشخص عينه لا تبصر أذنه لا تسمع لسانه لا يتكلم لا يلمس شيء لا يحس بشيء في هذا العالم وهكذا كل شيء هذه الكرة الضخمة من النار التي تسمى بالشمس هذه إذا لم تكن متعادلة كما كون الله تعالى لحترق الأخضر واليابس كله أو إن جمد الأخضر واليابس كله كما ورد ذلك في الروايات وكما هو مسلم في مباحث التكوين التكوين قام بالعدل في كل شيء الله كون الماء بحيث أي جسم صغير أو كبير إذا وضع على وجه هذا الماء سواء في إناء الماء في الإناء أو في المحيط الكبير في البحر إذا كان حجم هذا الذي وضع على الماء بمثله من الماء إذا كان حجم هذا أثقل من مثله من الماء لم يطف على الماء ونزل وإذا كان ثقله أخف من حجم الماء بمثله لطف على الماء ولذا يرى الإنسان بسمارا صغيرا أقل من غرام وزنه لا يبقى على الماء ينزل ويرى سفينة من ألوف الأطنان تطف على الماء وتبقى هذا بالعدل القانون الذي يسمى بقانون الخميد كيف هذا السفينة الضخمة من ألوف الأطنان وزن السفينة وما في السفينة من الوسائل والأدوات والإنسان أيضا ألوف الأطنان هذا لا يدخل في الماء يطف على الماء يسبح على الماء هذه الألوف من الأطنان وفي نفس الوقت جسم من الحديد بسمار صغير أقل من غرام ينزل تحت الماء التكوين الله سبحانه وتعالى خلق التكوين على ما خلق على ما كون لا يمكن أن يتغير إذا تغير انقلب إلى شيء آخر هذا في التكوين وهذا شيء مسلم في كل شيء الزلازل اللي تصير والسيول اللي تحدث والأمطار اللي تهطل تنزل وغير ذلك والغابات التي تحترق أحيانا لماذا هذا بالعدل كله بالعدل بدقة متناهية الملايين من البشر صرفوا الملايين من الساعات والمليارات من الساعات في التحقيق التحقيقات المختلفة وصلوا إلى جزء صغير قليل من تكوين الله تعالى ولم يصلوا إلى أكثر ما كون الله تعالى ذرة صغيرة أقل وزنها من عشر الغرام هذا تجعلوها في الفضاء هذه الذرة تثقط والطائرة ضخمة من ألوف الأطنان هي وما فيها ومن فيها تسبح في الفضاء هذا بالعدل الله جعل الفضاء بحيث بهذا الشكل بهذا الأسلوب أضخم جسم يطير في الفضاء من الممكن في المستقبل كما يقولون أن يصنع البشر مدن كبيرة تسبح في الفضاء لأن إذا أمكن شيء ثقيل يسبح في الفضاء بتكوين الله سبحانه وتعالى يعني بكشف الإنسان ما كونه الله تعالى هذا بعد يسهل يعني ليس بالصعب أن يكون مئة ألف طن أو مليون طن أو مليار طن نعم ذاك يحتاج إلى تذقيق أكثر هذا في التكوين في كل شيء أحيانا يحدث عيب صغير في تكوين بدن الإنسان جزء من ملايين الأجزاء ملايين الأجزاء في بدن الإنسان كله على تكوين صحيح أما جزء صغير في المخ أو في القلب أو في الكبد أو في الكلية على خلاف التكوين يصير كل الأجزاء تتعطل ويموت هذا الإنسان العدل في التكوين في كل شيء في الحديث الشريف بالعدل قامت السماوات والأرض يعني متعادل فالتعادل الخاص ولكن الله تعالى خلق للإنسان شهوات وخلق له شعورا وفهما وعقلا ومنح إليه الإختيار في شيء صغير مما له وعليه ومما في الكون ثم أمره بالعدل فيما أوكله إليه إن الله يأمر بالعدل هذا الذي أمر الإنسان بالعدل فيه ما جعل الله سبحانه وتعالى تحت اختيار الإنسان أي أيها الإنسان عندما تتكلم تكلم بالعدل بالمقياس الذي الله سبحانه وتعالى ألقى إليك فهمه بواسطة العقل من الداخل من داخل الإنسان وبواسطة الكتب السماوية والأنبياء من خارج بدل الإنسان عندما تنظر انظر بعدل من لا يستحق أن تنظر إليه نظرة قاسية لا تنظر إليه بقساوة من لا يستحق أن تصيح عليه بلسانك لا تصح عليه بلسانك استعمل لسانك في العدل استعمل نظرك في العدل استعمل سمعك في العدل ما لا يصح هو التشعر وتعقل أنه لا يصح أن تستمع إليه من سر من شخصين يتكلم بعضهم مع بعض بسر لا تستعمل سمعك في سماع ما لا يجوز ما لم يأذن الله سبحانه وتعالى للإنسان بالسماعة لا تخطو بغير العدل لا ترفع يدك بغير العدل لا تضع يدك بغير العدل وهكذا في رئيس القوم وهكذا في أبن وأم وأولاد وهكذا في عشرة رئيس عشرة وهكذا في رئيس حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان خلال قرابة خمس سنوات أقل من خمس سنوات بقليل كان يرأس أكبر حكومة على وجه الأرض في ذلك الزمان وكان بيت المال بيده صلوات الله عليه وكان يصرف من بيت المال على حاجات المؤمنين والمؤمنات وحتى غير المسلمين أيضا ممن كانوا يعيشون تحت ظل الإسلام وتحت رحمة الإسلام هذا محتاج إلى زواج هذا محتاج إلى كفن هذا محتاج إلى دار هذا محتاج إلى سفر هذا محتاج إلى علاج هذا محتاج إلى حاجات فإذا انتهت الحاجات وبقي في بيت المال شيء كان صلوات الله عليه يوزعه على الجميع بالسوية أحيانا لشخصين يعطي لهذا ألف ويعطي لذلك مئة ويعطي لذلك عشرة لأن هذا يحتاج إلى ألف ذلك لا يحتاج إلى ألف يحتاج إلى مئة الآخر لا يحتاج إلى ما يحتاج إلى عشرة رسول الله صلى الله عليه ولذلك مرة كما في الحديث الشريف وفي التاريخ وزع الإبل وأعطى شخصا مئة من الإبل وأعطى شخصا خمسين وأعطى شخصا عشرين وأعطى شخصا عشرة حسب الحاجات الاجتماعية أو الحاجات الشخصية المختلفة ولكن عندما كانت تنتهي الحاجات الباقي هو الزعب السوية رئيس أكبر حكومة على وجه الأرض علي بن أبي طالب يأخذ ثلاثة الدنانير وخادمه قنبر يعطيه ثلاثة الدنانير هذا العدل الذي يأمر الله تعالى به إن الله يأمر بالعدل هذا العدل في كل مجال يكون في ذلك المجال يكون أحسن ما يمكن أن يكون بعد تغطية الحاجات بالنسبة للناس لماذا يفرق بين رئيس الحكومة وخادمه لماذا يفرق بين أب وابنه الأب حاجته مؤمنة والاب حاجته مؤمنة لأنه أب يعطى أكثر لماذا شنو سبب يحترام الأب في مكانه هذا لا يحتاج هذا لا يحتاج هذا عطاء هذا هذه هدية لأنه رئيس حكومة يأخذ أكثر لماذا شنو المنطق رئيس الحكومة عنده مصارف للحكومة تأخذ من بيت المال مصارف شخصية عنده شنو الفرق لماذا يلبس رئيس الحكومة أحسن من خادمه هذا منطق العدل هذا المنطق يستسيغه و يعتبره جيدا جدا من عقل كل إنسان لماذا التمييز هذا عنده علم علمه لنفسه مقامه لنفسه فضله لنفسه ولذا ورد في زيارة أمير المؤمنين صلى الله عليه القاسم بالسوية ليس معنى ذلك القاسم بالسوية خلاف العدل يعني هذا يحتاج عشرة هذا يحتاج ثلاثة يعطي لك ليهما ثلاثة لا هذا بعد تغطية حاجات المسلمين أي إنسان أي عاقل بأي الدين وأي مذهب لو يعرض عليه العدل يراه شيئا جيدا لا أنه جيد يراه شيئا لازم لا لا محيص عن كل ما يجد الإنسان في التاريخ ونجد هذا اليوم من المظالم والبؤس والفقر والمشكلات كلها من ترك هذه الكلمة من هذه الآية الكريمة إن الله يأمر بالعدل إذا انتفى العمل بالعدل صارت المظالم صار الفقر صار المشكلات التي نراها ونعيشها ونحن بكل الجد من منطلق العقل من منطلق الإنسانية من منطلق الفضيلة نقول أنجح حاكم في التاريخ هو أولا رسول الله صلى الله عليه وعليه وثانيا أمير المؤمنين صلى الله عليه ودونكم ودون البشر تاريخ هذين الإنسان يقلب تاريخ هذين في أيام حكومتهما حتى في غير وقت حكومتهما أما في أيام الحكومة يظهر في التاريخ أكثر وأوسع أنجح إنسانك ولذا نحن لنبنى في حياتنا الشخصية والسياسية والاجتماعية والعلمية على العدل على العدل بمقدار ما نشعر وبمقدار ما نقدر أي واحد من البشر يبني ويصمم ويعزم على العمل بالعدل فيما أوتي من الإمكانات هذا في مجاله إنسان فضيل في مجاله إنسان موفق في مجاله إنسان ناجح لنتعلم من القرآن الكريم العمل بالعدل في كل مجال أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع في ذلك وصلى الله على محمد واله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة